أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خليني بس أبدأ كلامي النهاردة كسبنا واتبسطنا وفرحنا وكل حاجة ولكن خليني أبدأ بكلامي بكلمتين مهمين أو تغردتين أو تصريح اتقال مبارح من المعز علي لاعب نادي الدحيل وتصريح آخر اتقال من المهدي بن عطية لاعب أيضا نادي الدحيل المهدي بن عطية قال لك احنا أخطأنا في الشوت الأول وخطأ مهم دخل فينا هدف الشوت التاني كنا كويسين والنادي الأهلي نادي محترم وكذا 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 الحقيقة كلام محترف وكلام محترم من لاعب رائع الحقيقة المهدي بن عطية على الجانب الآخر المعز علي قال تصريحات غريبة جدا الحقيقة أنا شفتها تصريحات غريبة يعني دايما الروح الرياضية يجب أن تكون متواجدة ما بين الجميع فالمعز علي طلع قال إيه؟ قال لك اصلحنا الدين الأهلي أكبر من حجمه الدين الأهلي أكبر من حجمه؟ يعني إيه الدين الأهلي أكبر من حجمه؟ أنا مش فاهم الجملة دي تحديدا وحضرتك تعرف حجم النادي الأهلي؟ النادي الأهلي حيلعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية إن شاء الله يوم الاتنين القادم النادي الأهلي حيلعب هذه المباراة؟ هتكون حضرتك لعبت المباراة يوم الحد على الخامس والسادس مظبوط هتلعب بالمباراة الخامس والسادس يعني وأنا بنصحك الحقيقة أن أنت ممكن تروح تتفرج على مباراة الأهلي وباير نميونيخ في الاستاد ولو لقيت تذاكر لأن أنا متأكد أن أنت كل جمهور النادي الأهلي حيكون متواجد في استاد اللي حيتلعب فيه هذه المباراة فمش هتلاقي تذاكر تلعب فيها فهتقعد تتفرج على التلفزيون هتقعد تتفرج في البيت على التلفزيون فهو ده حجم النادي الأهلي إن حضرتك كعربي هتقعد تتفرج على النادي الأهلي بيلعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام باير نميونيخ طيب هو حجم النادي الأهلي إيه تاني؟ من 1907 وحتى الآن من 1907 من 1907 ده زمان قوي 1907 لغاية 2021 بطولات كثيرة جدا 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 وبطولات كبيرة جدا جدا حضرها النادي الأهلي وفاز بيها النادي الأهلي والنادي الأهلي بالمناسبة لو عادوا في العالم كله يتعدى المئة مليون والمئتين مليون في العالم كله فهو ده حجم النادي الأهلي بالمناسبة يعني وبعدين حاجة مهمة تانية أنا عايزة أقولها الحقيقة الأهلي بيلعب خارج ملعبه الأهلي بيلعب خارج ملعبه بيلعب في أرض المونديال وحضرتك الفريق اللي كسبان أو الفريق اللي بتلعب لأنك البلد المستضيف أو بتلعب من البلد المستضيف فعشان كده مهم جدا أن حضرتك تبقى عارف أن البلد بلدك والمدرجات كلها كانت بتاعتنا المدرجات كلها كانت أهلي مبارح هو ده حجم النادي الأهلي بالمناسبة إن في أي حتة في العالم هتلاقي المدرجات كلها أهلي في أي حتة أو تلت ترباحها أو نصها هتلاقي النادي الأهلي دايما عنده جمهور هو ده حجم النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي هو ده نادي الأهلي ببطولاته وبالمناسبة النادي الأهلي حضرتك عارف مقره فين؟ في قاهرة المعز في قاهرة المعز افهم الكلام كويس علشان الكلام اللي حضرتك قلته من المفترض ان انت كلاعب كبير في نادي كبير ان انت ما يطلعش منك مثل هذه التصريحات فالحقيقة اليوم انبارح كم ماشي كويس جدا وكل الناس حتى بالمناسبة المحلل في القناة اللي كانت بتنقل هذه المباراة بارك للكابتن واق الجمعة واتكلم على النادي الاهلي بمنتهى الجمال وبمنتهى الاحترام وقال ان النادي الاهلي كان متسيد الشوت الاول وان الشوت التاني النادي الاهلي تراجع وان فريق الدحيل كان ممكن وتكلم بمنتهى الاحترام وتكلم فني ولكن ما اخطأش في النادي الاهلي ما جابش سيرة النادي الاهلي بشيء اخر مختلف الحقيقة عن اللي انت بتقوله لان الكلام اللي انت بتقوله ده كلام لا يصح أن يقال من لاعب محترف لكن شوف اللاعب المحترف الحقيقي مهدي بن عطية قال كلام قال لك احنا الشرط الأولاني خطأ دخل فينا هدف الشرط التاني حاولنا نيجي ولكن ما قدرناش نحرز هدف فخلينا نستعد للمباراة اللي بعد كده ونبقى ونلعب مباراة أحسن من اللي فات هو ده كلام المحترم والمحترف فاعرف انت حجمك واعرف ان النادي الأهلي أكبر من أي حد ولما تيجي تتكلم على النادي الأهلي لازم تتكلم بشكل جيد طيب